إلى رميش في جنوب لبنان هناك جويس الحاج جويس قبل قليل رصدنا غارة على رميش والأنباء ترد أيضا بمزيد من الغارات على مناطق مختلفة من جنوب لبنان على طرقات تربط بين بعض البلدات لو بدأنا برميش جويس وما رصدته في الواقع الغارتين التي حصلت قبل دقائق قليلة هي على أطراف المئرميش هي منطقة عيتا الشعب التي يتم استهدافها اليوم للمرة الثالثة في هذه الموجة الجديدة من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف في هذه الأثناء العديد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني وصولا إلى الساحل وإلى الطريق العام الساحلي الذي ترد أنباء عن أن هناك استهداف للطريق العام لأوتوستراد الجنوب في إحدى النقاط القريبة من الجنوب على الأوتوستراد هذا ما ورد الآن وسط توقف تام لحركة السير في هذه المنطقة بحسب ما أفدنا وتستمر الغارات وتستمر حصيلة الشهداء بالتوارد الحصيلة الأخيرة الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة تحدثت عن مئة شهيد على الأقل ولكنها ليست الحصيلة النهائية ويتوارد الآن أيضا عن مصادر طبية باستمرار البحث وباستمرار انتشال الشهداء ونقل الجرحة إلى المستشفيات في عموم المناطق الجنوبية إذن أفدنا في هذه الأثناء عن زحمة سير كبيرة تشهدها منطقة صور جراء أيضا عملية النزوح التي تستهدف العديد من المناطق اللبنانية غارات كذلك الأمر استهدفت قبل قليل منطقة دير الزهراني والمناطق المحيطة بصيدة وهي أيضا من المناطق البعيدة قرابة الخمسين كيلومترا على أقل تقدير عن أقرب نقطة حدودية هذا توسيع شهدناه اليوم لهذه الغارات مجموعة جديدا إذن من الغارات تستهدف قضاء صيدة والزهراني في الجنوب وكذلك الأمر العديد من بلدات هنا القطاع الأوسط يتم استهدافها من خلال هذه الغارات فرون التي كانت الأودية والأطراف المحيطة بها قد استهدفت في سلسلة من الغارات التي حصلت في الأيام والأسبوع الماضي يتم استهدافها كذلك الأمر اليوم في هذه السلسلة الجديدة يجري ذلك وسط طلب بفتح المدارس تحديدا المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية لاستقبال السكان الجنوب الذين ينزحون بشكل كبير منذ ساعات باتجاه المناطق الأكثر أمنا وصولا إلى حتى مدارس في بيروت في هذا الأثناء كذلك الأمر يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء قرى القطاع الأوسط هنا وتستمر عملية الإغارة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات هذا التصعيد بموجة ثالثة من الغارات الإسرائيلية لهذا اليوم على عدد كبير من القرى والبلدات استهدف عمق البلدات البعيدة عن القرى الحدودية استهدف مناطق كانت تشكل مراكز نزوح العائلات الجنوبية باتجاهها أتحدث تحديدا عن صيدة وصور والنبطية كذلك الأمر استهداف لمحيط المستشفيات استهداف كذلك الأمر لتواقم الإسعاف التي تعمل بقدر الإمكان على الوصول إلى أماكن الغارات تحديدا الغارات التي تستهدف المنازل والمباني السكانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحة في حصيلة أولية كما ذكرنا مئة شهيد حتى هذه الساعة تدمير كبير بحسب الصور التي ترد من مختلف القرى والبلدات الجنوبية للمنازل والمباني السكانية كذلك الأمر معظم قرى جنوب الليطاني تعرضت للاستهداف في هذه الموجات المتواصلة والمتلاحقة من الغارات الإسرائيلية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالطرقات المؤدية إلى عدد من قرى بلدات جنوب لبنان تحديدا في بنت جبيل هناك العديد من الطرقات العامة المقطوعة التي تصل القرى بعضها ببعض والتي تصل كذلك بنت جبيل وقرى القطاع الأوسط إلى الساحل اللبناني كان استهدفها الطيران الحرب الإسرائيلي وبات سلوكها أولا خطر ومن ثم يتعذر بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات العامة في هذا التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية ويشهده لبنان منذ ساعات الصباح الباكر نعم نحن أيضا نشاهد هذه الصور التي تأتي مباشرة من صور وتظهر تصاعد الدخان فيما يبدو أنها غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مناطق واسعة على الأقل يعني هذه صور الدخان كبيرة التي تظهر وتغطي مساحة واسعة في مدينة صور وهذا يأتي فيما يردنا الآن عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قوله إن الصبر لن يستمر ويقول المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل تعمل على إجلاء المدنيين من جنوب لبنان يبدو أنه يتحدث عن عشرات ألاف الاتصالات والرسائل والتهديدات التي وجهتها إسرائيل إلى سكان المناطق الجنوبية منذ صباح اليوم على وقع غارات وأحزمة نارية كثيفة طاولت مناطق مختلفة من جنوب لبنان ووصولا إلى منطقة البقاع وكذلك منطقة صورة التي نشاهدها الآن على الهواء مباشرة جويس ربما من المهم هنا أن تحدثينا عن وضع من بقي من السكان في المناطق الجنوبية عن وضع السكان في المناطق المهددة بالغارات الإسرائيلية في البقاع في صور في هذه المناطق كيف يتدبر الناس أمورهم من ناحية البنية التحتية من ناحية السكن الحياة الآن الأجواء في هذه المناطق جويس في الواقع بعد الخطاب أو الكلمة الأخيرة للمتحدث بثم الجيش الإسرائيلي والذي دعا فيها سكان البقاع إلى المغادرة كذلك الأمر حال من البلبلة كبيرة إن كان في جنوب لبنان بعد تلقي أكثر من ثمانين ألف اتصال أو رسالة نصية تدعو فيها السكان إلى المغادرة بدأنا نشهد عمليا عمليات نزوح الطريق العام طرقات الجنوب الرئيسية تشهد زحمة سير كبيرة باتجاه المناطق الساحلية وصولا إلى صيدة وإلى بيروت كذلك الأمر هناك مخاوف حقيقية وجدية خصوصا وأن هذه الرسائل التي وصلت استتبعت بموجة جديدة من الغارات الإسرائيلية وخصوصا أن المناطق والقرى والبلدات الجنوبية هي غير مؤهلة إن كان على صعيد الملاجئ وغيره الاستقبال أو المناطق المواقع الآمنة لاستقبال العائلات هناك دعوات كذلك الأمر من العديد من العائلات لمن لديه منزل آمن في مناطق بعيدة أو خارج منطقة الجنوب للتوجه إلى هذه المناطق ولتأمين السكن إذا كانت هناك إمكانية لذلك هناك العديد من العائلات أيضا التي تنتظر من يقلها إلى مناطق أكثر أمانا هناك العديد أيضا من المدارس كما ذكرت فتحت أبوابها لاستقبال النازحين وهناك موجة من النزوح كبيرة جدا حكومة تصريف الأعمال قالت اليوم بأنها ستعقد اجتماعا يوم غد اجتماع طارق لمناقشة ما يجري وكذلك الأمر كان هناك قرار اتخذ الأسبوع الماضي من لجنة الكوارث في الحكومة اللبنانية لفتح أكثر وتجهيز أكثر من 100 مدرسة ليئي والنازحين في حال التصعيد الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية ما نشهده اليوم هو حالة حرب حقيقية هذا الرسائل كانت ترد للمواطنين في حرب تموز يوليو 2006 تقطيع سبل الوصول إلى المناطق الآمنة واستهداف الطرقات العامة شهدناه في حرب تموز 2006 وبالتالي ما نشهده اليوم هو ليس فقط موجة من الأحزمة النارية وإنما حرب حقيقية توصف هنا خصوصا وأن هذه الحرب لم تحيد اليوم المدنيين لبل معظم الشهداء وعدد كبير منهم هم من المدنيين استهداف للتواقم الطبية وفرق الإسعاف واستهداف كذلك لمحيط عدد من المستشفيات في جنوب لبنان والتي تشكل الملاذ الطبي الوحيد لهؤلاء في حال حصول أي تطورات ميدانية وسقوط أي جرحة نشاهد أيضا الآن هذه الغارة على الهواء مباشرة غارة جديدة تستهدف صور إضافة طبعا للغارة السابقة التي رصدناها أثناء حديثك جويس قبل دقيقتين تقريبا هذه غارة جديدة تستهدف مناطق من الواضح بأنها سكانية على أطراف صور وما يليها منطقة زراعية يتصاعد الدخان إذن جراء هذه الغارة وهي تأتي فيما المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يقول إن إسرائيل تعتبر نهر الليطاني هو الحدود الشمالية هو حدودها الشمالية وتصريحات طبعا تأتي على وقع مزيد من التهديدات يقول المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الجيش يقوم بإرسال رسائل نصية إلى اللبنانيين من أجل إخلاء أماكنهم فيما يشير المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى هذه التصريحات الداعية إلى إخراج السكان من مناطقهم يقول بأن الحدود هي إلى نهر الليطاني وهذا يحتاج إلى